دكتور محمود الحياة ونحن نتكلم عن وجود أكثر من مرشح وتعددية الأحزاب اللي بينتاموا ليها لأي مدى حضرتك شايف أن هذا المشهد بيعكس ثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر زي ما قلت لحضرتك وجود ثلاثة أحزاب كبرى وموسلة في البرلمان في المجلس بالإضافة إلى دعم الأحزاب للمرشح الرئاسي عفتة حزيزي دعم عدد كبير من الأحزاب بيؤكد أن المنافسة ستكون حزبية بالإضافة طبعا إلى السمات الشخصية أو الفردية لكل مرشح القواعد هتشتغل المنافسة هتشتغل في بعض الأحزاب أو بعض المرشحين حتى غير الرئيس السيسي عندهم قدرة على جذب أحزاب أخرى لدعمهم وده أمر أعتقد جيد أن الناس حتى تعرف أسماء الأحزاب تعرف أسماء مرشحيها يعني لو أنت سألت على حد من رؤساء الأحزاب ما قبل الانتخابات الرئاسية ممكن يكون اسمه مش معروف أول لكن دلوقتي بعد الانتخابات دي أكيد هيبقى اسم معروف اسم حزب معروف اسم نوابه معروفين اسم قواعده معروفة فده بالنسبة لهم فرصة لتعميك التعددية اللي هي أساسا لأننا عندنا أحزاب أكتر من مئة حزب بس الأسف الناس ما تعرفهاش وأنا كذا مرة أطالب أن يحصل تغيير في القوانين بحيث أن الحزب الذي لا يحصل على نسبة معينة من الانتخابات البلمانية يتم حله ويعاد مرة أخرى عندما يحصل لكن فكرة أن الأحزاب موجودة من غير ما تنزل انتخابات من غير ما تحقق عدد من المقاعد البلمانية أعتقد أنه هيحولوها إلى جماعيات أهلي